أربعون دبلوماسياً أمريكياً تعرضوا لهجمات صوتية حدث هذا في العاصمة الكوبية هافان عام 2016 تعود الظاهرة الأكثر غموظاً مرة أخرى لخلق مزيد من التوتر في أروقة الاستخبارات الأمريكية بعد تكرارها لوفد استخباراتي أمريكي في نيو دالي الظاهرة التي سميت متلازمة هافان تعرض كل مسؤول وعنصر أمريكي لشعور بالغطيان والصداع بعد الهجمات الصوتية التي تضربهم وفي أوقات لاحق ظهرت شكاوى صحية مماثلة في دول أخرى كما رسدت عدة حالة مشابهة داخل الولايات المتحدة نفسها الرئيس الأمريكي كشف عن رقم كبير حين أعلن عن ارتباط 300 شخص من أعراض متلازمة هافانا ولزالت الأسباب مجهولة حتى اليوم فيما تربط الاستخبارات المركزية الأمريكية الليلة بالنهار دون وجود حل جذري يكشف سبب هذه الهجمات أو ماهيتها ترجمة نانسي قنقر